قالت مصادر أمنية وشهود عيان إن مجهولين هاجموا حافلة تقل مجندين بالجيش قرب منطقة الوادي الأخضر بقرية الجورة على طريق العريش الشيخ زويد وفدت المصادر أن الهجوم أصفر عن إصابة سبعة مجندين ومدني واحد هذا وقد عاودت قوات الجيش فتح طريق العريش الشيخ زويد الدولي بعدما أغلاقته لأكثر من أربع ساعات عاقب الهجوم